عاداتاً السؤال اللي أسألوك ده بسألوه اللعيب أو بسألوه مدرب إيه أصعب مباراة عدت عليك كلاعب أو مدرب دكتور أحمد أولوافق إيه أصعب مباراة كانت عدت عليك في شغلك مع الناجي كانت صعبة عليك وطبعاً بطبيعة الحل اعملت فيها مجهود كبير كانت مباراة صعبة هقولك اللي بقوله لكل اللعيبة طول الوقت إحنا عندنا الماتش جاي بس العالم كله هو الماتش اللي جاي فكل ماتش كان هو الماتش الوحيد اللي عندنا هو الماتش الوحيد اللي عندنا مش المهم ولا الصعب هو الوحيد اللي عندنا إحنا عندناش أي قدرة على التحكم في الزمن صح؟ طبعاً فبالتالي أنت مش ضامن أي حاجة خالص خالص في الزمن اللي جاي فالماتش الوحيد في حياتك هو الماتش اللي جاي وكل الماتشات اللي فاتت أثرها خلص فبالتالي الماتش أنت ما عندكش غير الماتش اللي جاي مش إنه هو الماتش الأهم مش إنه إحنا محتاجين نبقى بالركز في حاجة حاجة هو فيش غيره حرفين آه ومفيش غيره عشان أنت مش عارف اللي بعد كده هيحصل فيه ولا قبل كده خلص خلاص الحاجة اللي في إيدك باختيارك الحاجة اللي مش في إيدك مش باختيارك فبالتالي بما إنه مش في اختيارك الزمن فأنت ما عندكش غير المطش اللي جاي المطش اللي جاي إيه المطش وأنت بتفرج عليه بكيت يعني كأهلاو بقى يعني اتأثرت جدا يعني سواء فرح أو زعل يعني طبعا مطش الوداد هناك السنة اللي فتت ده مطش النهاية أفريقيا ده حاجة قلت معاك وانا فالإستاد وانزلت لكم آه كانت حاجة مهيمة يعني آه كنت مقود ده المطش اللي اتأثرت بيه فيه جدا لإنه الولاد وقتها بجد تعبوا جدا تعبوا حقيقي وبازلوا مجود كبير حقيقي وأنا يعني محظوظ أنا محظوظ ان اشتغلت مع الناس دي والله محظوظ جدا بقى آخر حاجة وانا بغتل معاك هو بجد ما فيه زعل ولا دي ولا اي حاجة خالص أنا عايز الجمهور يعرف الكلام ده خالص 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 كلام ما سبطول أحمد بوافز مشي زعلين وهم كانوا زعين من أحمد بوافز مشي الكلام ده خالص بجد 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 أنا سعيت قبل ما اشتغل في النادي الأهلي على مدار شهور وسنين سنين حقيقي يشهد على كده دكتور أحمد أبو عبلا لان هو اللي كان وقتها موجود ان أنا كون موجود في المكان ده وحققات حلم شخصي مهم جدا 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 وحقيقي كل التفاصيل بتاعة هذا الحلم كانت هتظل عالقة في تاريخي طول الوقت لكن زي طباقع الأمور وزي كل البشر في أوقات الدنيا بتزنقهم في ترتيبات مختلفة للأولويات ده اللي حصل لانه مرحلة ما من حياتي عملت فيها حاجة أنا فخور بيها جدا وهفضل استمر بعملها بشكل فاردي أكتر أكيد بقى خلاص عندك صداقات مع كل الناس وهكذا وأي حد هيبقى محتاجني في حاجة هيلقيني ده بالتأكيد